قل ما حكم صلاة جماعتين في مسجد واحد علي بارك الله فيك الأصل جماعة واحدة هذا هو الأصل الأصل أن تكون جماعة واحدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي جماعة واحدة ولأن الصحابة كان يصلون صلاة جماعة واحدة ولأن المقصود من الجماعة الاتلاف والتحابب و أيضا مقاصد و مرامي كثيرة جدا من وراء صلاة الجماعة لكن هل إذا فاتت الإنسان الجماعة الأولى هل يصل لجماعة ثانية قولان لأهل العلم القول الأول قالوا بأنه لا تقام جماعتين في مسجد واحد قالوا ما تقام جماعتين في مسجد واحد و استدلوا على ذلك بجملة من الآثار عن ابن مسعود و عن ابن عمار و عن بقية بعض الصحابة رضي الله عنه قالوا بأنهم كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد رجعوا يصلون في بيوتهم هذا القول الأول القول الثاني أنه يشرع إقامة جماعة ثانية في المسجد بشرط أن لا يتقصدوا مخالفة الجماعة الأولى يعني ما يكون قصدهم و هدفهم أنهم فعلا تأخروا تعمدا حتى تفوتهم الجماعة الأولى يصلوا جماعة ثانية هذا يخالف مقصود الشرع و يقضي على مقصود الشرع من الاجتماع و الإتلاف و يزرع الفرقة هذا و يزرع الشر بين الناس فأما إذا كان شخص تأخر و فاتته الجماعة ثم قام شخص أو دخل شخص آخر و صلى معه أو مجموعة جاز ذلك ولله الحمد و هذا و الأصل فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده و صلاته و إلى آخر الحديث و أيضا ورد النبي عليه الصلاة و السلام رأى رجلا يصلي وحده قال من يتصدق على هذا فقام أحد الصحابة و صلى معه جماعة ترجمة نانسي قنقر